يقول فضيلة الشيخ أنا سافرت ولم أفطر في أثناء سفري بالرغم من التعب الذي حصلته في ذلك هل لأجر زائد النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرخصة في الفطر للمسافر هي رخصة من الله تعالى ومنها أعطاها لعبادة فإذا شق عليك السفر فالأفضل أن لا تشق على نفسك بالصعوب الأفضل أن تفطر هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم